بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه أما بعد المشاهدون الكرام المشاهدات الكريمات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد مع أيام الله عشنا سويا في لقاءات ماضية مع بعض المشاريع الاستثمارية التي ينبغي على كل مسلم أن يستثمرها مع الله عز وجل في مثل هذه الأيام وعشنا أيضا مع مقاصد الحج في هذا اليوم وفي هذه الليلة وخاصة أن يوم غد ويوم عرفة لا بد أن نستثمر هذا اليوم الفاضل إن الليالي والأيام والشهور والأعوام تمضي سريعا وتنقضي سريعا هي محط الآجال ومقادر الأعمال فاضل الله جل وعلا بينها فجعل منها مواسم للخيرات وأزمنة للطاعات تزداد فيها الحسنات وتكفر فيها السيئات ومن تلك الأزمنة العظيمة القدر الكثير والأجر العظيم مما نفعله في يوم عرفة وقبل أن أبدأ بصرد بعض فضائر هذا اليوم أود أن أنبه إلى شيء أن الله جل وعلا خلق الناس جميعا واختار من الناس المؤمنين ومن المؤمنين اختار الأنبياء وخلق الله الأنبياء واختار منهم الرسل وخلق الله الرسل واختار منهم أولو العزم من الرسل وخلق الله أولو العزم من الرسل واختار منهم الخليلين إبراهيم عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم واختار منهما محمد صلى الله عليه وسلم وخلق الله جل وعلا الأيام والشهور والأوقات واختار من الشهور شهر رمضان من الليالي العشر الأواخر منها ومن الليالي الأواخر ليلة القدر ومن الأيام اختار الله جل وعلا جعل الله جل وعلا أفضل الأيام أيام العشر من ذي الحجة وأفضل هذه الأيام على الإطلاق هو يوم عرفة أفضل الأيام عند الله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم هو يوم عرفة وإذلك ينبغي علينا جميعا أن نعرف فضل هذا اليوم لنستثمر كل دقيقة فيه لنستثمر كل وقت في يوم عرفة فيما يرضي ربنا جل وعلا إن يوم عرفة هو أحد أيام الأشهر الحرم قال الله إن عدة الشهور عند الله 12 شهر في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم والأشهر الحرم هي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب ويوم عرفة من أيام للحجة إن يوم عرفة أحد أيام أشهر الحج قال الله عز وجل الحج أشهر معلومات وأشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة إن يوم عرفة أحد الأيام المعلومات التي أثنى الله عليها في كتابه قال الله عز وجل ليشهد منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الأيام المعلومات عشر ذي الحجة يوم عرفة أحد الأيام العشر التي أقسم الله بها منبها على عظم فضلها وعلو قدرها قال الله وليال عشر قال ابن عباس رضي الله عنهما إنها عشر ذي الحجة وقال ابن كثير وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء إن يوم عرفة أحد الأيام العشرة المفضلة في أعمالها على غيرها من أيام السنة اسمع إلى كلام حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم حيث يقول ما من عمل أزكى عند الله عز وجل ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى قيل يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء والحديث حسنه الإمام الألباني علي رحمة الله إن يوم عرفة أخي الكريم أخت الكريمة أكمل الله فيه الملة وأتم به النعمة قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إن رجلا من اليهود قال يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا قال أي آية قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قال عمر رضي الله تعالى عنه قد عرفنا ذلك اليوم الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم الجمعة فهذه الآية نزلت في يوم عرفة إن صيام يوم عرفة قد جاء الفضل في صيام هذا اليوم على أنه أحد أيام تسع ذي الحجة التي حث النبي صلى الله عليه وسلم على صيامها فعنه نيدة بن خالد رضي الله عنه عن امرأته عن بعض أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر والاثنين والخميس والحديث صحيح كما جاء أيضا فضل خاص بصيام يوم عرفة لغير الحاج دون هذه التسع قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن صيام يوم عرفة قال يكثر السنة الماضية والسنة القابلة وهذا لغير الحاج أما الحاج فلا يسن له صيام يوم عرفة لأنه يوم عيد لأهل الموقف وقف معي قليلا تعال معي أخي الكريم أختي الكريمة نحسبها صيام يوم عرفة صيام يوم يوم يعني 12 ساعة قال النبي أحتسب على الله أن يكثر ذنوب سنة ماضية وسنة قابلة يعني 24 شهرا صيام 12 ساعة يكفر ذنوب 24 شهرا سنتين بكلام نبينا صلى الله عليه وسلم تعال معي نحسبها مرة أخرى اليوم 24 ساعة إذن كل ساعة في اليوم يساوي مغفرة شهر الساعة تساوي مغفرة شهرين وليس شهر يعني كل ستين دقيقة تساوي مغفرة ستين يوم إذن كل دقيقة تساوي يوم يعني كل دقيقة نمضيها في يوم عرفة ونحن صيام تغفر ذنوب يوم كامل كل دقيقة 12 ساعة يعني 24 شهر فهل هناك عاقل يضيع دقيقة واحدة في مثل هذا اليوم يا ترى ما الذي ستفعله أنت أخي الكريم أخت الكريمة في يوم غد يوم عرفة ليرى الله عز وجل ما أنت صانع فيه ينبغي أن تري ربك ماذا أنت فاعل ماذا أنت صانع والله أننا لا أحوج إلى الحسنة الواحدة إلى الأجل الواحد من الله عز وجل ذنوبنا أغرقتنا معصينا كثيرة نحن بحاجة إلى أن يغفر الله جل وعلا وأن يسترى العيوب فرصة بين يديك هدية من الله عز وجل فاقبل هدية عش مع ربك تلذذ بالعيش مع الله عز وجل حتى يقبلك الله ويغفر لك في مثل هذا اليوم إن من فضائل يوم عرفة أيضا أخي الكريم أخت الكريمة أنه يوم العيد لأهل الموقف قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ويوم النحر وإي يومنا عيدنا أهل الإسلام أيضا من فضائل هذا اليوم عظم الدعاء يوم عرفة قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة ويقول أيضا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث آخر أفضل ما قلت أنا والنبيين من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير إذن هذه بعض الفضائل وهناك فضائل كثيرة أذكرها لك أخي الكريم أخت الكريمة بعد فاصل قصر إلهي الخلق إلهي إلهي أهلا وسهلا ومرحبا بك أخي الكريم أخت الكريمة لنستكمل فضائل يوم عرفة من الفضائل فضل مهم جدا نحتاجه جميعا كثرة العطق من النار في يوم عرفة قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما من يوم أكثر من أن يعتق الله جل وعلا فيه عبدا من النار من يوم عرفة يا الله هذا اليوم يوم العطق حكيم بن حزام حكيم بن حزام كان من أغنى أغنياء الصحابة لذوان الله عليهم أجمعين كان إذا جاء يوم عرفة يعتق مئة رقبة ويعتق مئة بعير ثم يقول يا رب هؤلاء قد أعتقتهم فأعتق رقبتي يا رب فيجهس الناس جميعا بالبكاء ويقولون يا رب قد أعتق حكيم عبيدة ونحن عبيدك فأعتقنا يا رب هذا يوم العطق هذا يوم اغفرت الذنوب كان الفضيل بن عياض عليها رحمة الله في يوم عرفة أو ليلة يوم عرفة يرى الناس بالآلاف يلهجون لله جل وعلا بالدعاء يبكون فيقول الفضيل بن عياض لو أن هؤلاء جميعا جاءوا يبكون إلى رجل من أهل المال يطلبونه دانقا أكان يعطيهم؟ قالوا نعم قال والله للمغفرة عند الله لهؤلاء أهون من الدانق والدانق سجس درهم المغفرة للذنوب عند الله جل وعلا أهون من هذا الدانق من فضائل يوم عرفة مباهات الله جل وعلا بأهل عرفة أهل السماء قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء ماذا يقول كما جاء في أحاديث أخرى؟ يقول الله جل وعلا انظروا يا ملائكتي جاءوني عبادي شعثا غبرا ضاحين اشهدوا يا ملائكتي أني قد غفرت لهم الله أكبر كلنا بحاجة إلى أن يغفر الله ذنوبنا إن الله جل وعلا يمن على أهل الموقف بأن يغفر الله لهم الذنب وأن يستر لهم العيب فيرجعون من يوم عرفة مغفوري الذنب يرجعون من يوم عرفة كيوم ولدتهم أمهاتهم وذلك النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة ولكن رب جل وعلا لم يحرمنا من ذلك فقال بأن صيام يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين ماضية وقابلة فلنصم هذا اليوم لنكثر فيه من الطاعات لنكثر فيه من الابتهال لنكثر فيه من الدعاء لنلهج بالدعاء بين يدي الله جل وعلا لنضرع بين يدي الله حتى يقبلنا الله عز وجل في هذا اليوم إن من فضائر هذا اليوم أيضا التكبير فقد ذكر العلماء أن التكبير ينقسم إلى قسمين التكبير المقيد الذي يكون عقب الصلوات المفروضة ويبدأ من فجر يوم عرفة قال ابن حجر رحمه الله ولم يثبت في شيء من ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث وأصح ما ورد عن الصحابة قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وابن مسعود رضي الله عنهم جميعا أنه من صبح يوم عرفة إلى آخر أيام منه يعني يبدأ التكبير الله أكبر الله أكبر الله أكبر التكبير المعروف من صبح يوم عرفة من فجر يوم عرفة وينتهي بآخر أيام التشريق وأما التكبير المطلق فهو الذي يكون في عموم الأوقات وهذا يبدأ من أول ذي الحجة من أول عشر ذي الحجة حيث كان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله تعالى عنهم يخرجون إلى السوق يكبرون ويكبر الناس بتكبيرهما والمقصود بفعلهم هذا تذكير الناس ليكبروا فرادا لا جماعة يعني يذكرون الناس بالتكبير وبذكر الله جل وعلا كما ذكرت قبل قليل من الفضائل أيضا أن الحج العظيم ركن الحج العظيم كما قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم هو عرفة فالحج عرفة إذن هذه فضائل يوم عرفة فينبغي لنا جميعا أن نستثمر هذا اليوم يوم بأربعة وعشرين شهر ينبغي أن نستثمر كل وقت فيه كل دقيقة فيه فيما يرضي ربنا جل وعلا يا من قصرت يا من أذنبت يا من أخطأت يا من تكاسلت عن أداء حق الله جل وعلا فرصة لتعود إلى ربك وبارئك وخالقك وأعلم أن الله جل وعلا لا يفرح بتوبتك عندما تعود إليه فالله جل وعلا يقول قل يا عبادي قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الضحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له إذن فلنعد إلى الله عز وجل ونصدق التوبة بين يدي الله عز وجل حتى يقبلنا الله في هذا اليوم أسأل الله جل وعلا أن وفقنا وإياكم لصيام يوم غد يوم عرفة وأن يوفقنا وإياكم لاستثمار كل وقت وكل دقيقة فيه في طاعة ربنا جل وعلا وأن يوفقنا وإياكم جميعا لحج بيته الحرام وأن لا يأتي عام قادم بإذن المولى جل وعلا إلا ونحن جميعا من أهل موقف عرفة إلى أن ألقاكم في يوم غد بإذن المولى جل وعلا مع حلقة جديدة ولقاء جديد من أيام الله أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة